الصراع يعود بين الكتل السياسية على رئاسة اللجان النيابية الأمر الذي دفع إلى تأجيل عقد جلستين كانت مقررتين الأسبوع الماضي فالبرلمان رفع جلسته الأخيرة حتى إشعار آخر بهدف كسب الوقت للوصول إلى تفاهمات بين زعماء الكتل بشأن رئاسة اللجانة وصد تهميش واضح للنواب المستقلين الذين تم إقصائهم حتى من عضوية بعض اللجان المهمة كاللجنة المالية والنزاهة والأمن والدفاعة تقول مصادر لواني نيوز إن خلافات عميقة تعصف بالإطار التنسيقي وصلت إلى داخل التحالفات الواحدة بشأن رئاسة اللجانة ومن أجل عدم تعطيل العمل البرلماني مع بداية الفصل التشريعي بعض القوى حذرت رئاسة البرلمان من التصويت على رئاسة أياتي لجنة نيابية دون اتفاق فالأمر ربما يصل لمرحلة مقاطعة الجلسات في الوقت الذي تشهد فيه أروقت مجلس النواب خلافات عميقة بشأن رئاسة اللجان الدائمة إذ لا يوجد أي اتفاق حول حسم أي من رئاسات تلك اللجانة كما أن المفاوضات مستمرة بين ممثلي القوى السياسية منعا لتعطيل العمل الرقابي ولا بوادر لحل تلك الخلافات قريبا لأن آلية توزيع رئاسات اللجان بين الكتل معروفة